الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 جلب معه الكثير من المآسي أهمها وأكثرها سوءا نفوذ إيران وسيطرتها على جميع قطاعات الحياة في العراق صحيفة بوليتيكو الأمريكية صلتت الضوء في تقرير لها على ما آلت إليه الأوضاع في العراق بعد هذا الاحتلال وقالت الصحيفة إن إيران تسيطر منذ ذلك التاريخ على الاقتصاد العراقي من تجارة وخدمات حيث غمرت السوق العراقية عن عمد بواردات رخيصة مثل المواد الغذائية وقد أدى ذلك لتقويض الصناعة والزراعة في البلد بعد أن قلت طلب على المنتجات المحلية الأكثر تكلفة وابتعد المزارعون العراقيون بعيدا عن أراضيهم طلبا للرزق من جانب آخر كانت ولا تزال الكهرباء الإيراني المستوردة على قلتها سيفا مسلطا على رقاب العراقيين وورقة ضغط بيد طهران تستخدمها متى تشاء فإيران تسيطر على العراق من خلال الغاز الذي يحتاجه العراق من أجل توليد الكهرباء وعلى الرغم من أن العراق ينتج الغاز الطبيعي من تلقاء نفسه إلا أنه يفتقر إلى التسهيلات اللازمة لمعالجته كوقود للاستهلاك المحلي والسبب في ذلك يعود لرفض الحكومات المتعاقبة إن شاء محطات المعالجة لتبقى تبعية العراق لإيران في قطاع الغاز والكهرباء قائمة أما المياه في العراق فوجودها يعتمد على تتفقات نهري دجلا والفرات فحوالي 30% من مياه نهر دجلا في العراق تنبع من إيران ويمكن لإيران بسهولة أن تقطع تتفقات المياه على العراق كما فعلت سابقا مع محافظات سليمانية وديالة وهذا التهديد سيكون كبيرا للعراق بخاصة أنه يعيش حاليا ظروفا صعبة بسبب الجفاف سياسيا عملت إيران بعد عام 2003 على تقوية نفوذها السياسي في العراق ونجح الموالون لإيران إثر الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من أيار الماضي في السيطرة على الحكومة الجديدة بعد تصدر قوائمهم نتائج الانتخابات التي شابهت تزوير أساسا وما عدم تمكن الأحزاب السياسية في العراق من تشكيل حكومة جزئية إلا دليل على الضغوط الهائلة من طهرانة من أجل تركيبة حكومية تدعم قراراتها ومصالحها ترجمة نانسي قنقر